وخلال كلمته أشار مدبولي إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للإسسكو لوضع رؤية تدمج التعليم في عملية التنمية الاقتصادية كما أعلن مدبولي عن إطلاق نموذج تأهيل للابتكار من خلال منحة الرئاسية لتدريب شباب العالم الإسلامي وقد بادر السيد الرئيس في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام للإسسكو بوضع رؤية لتحويل التعليم إلى محرك أساسي للتنمية الاقتصادية وعملت اللجنة المصرية للتربية والثقافة والعلوم من خلال رئاستها للمؤتمر العام بجهد كبير للتنصيق بين الدول الأعضاء الـ 45 ونطلق اليوم نموذج تأهيلي للابتكار يدعم تلك المجالات من خلال ما يلي أولا الإعلان عن منحة دراسية عن منحة رئاسية لشباب العالم الإسلامي وتركز المنحة على مكانة مصر كمركز ذو خبرة كبيرة في التدريب على آليات الابتكار وخلء بيئة داعمة للمبتكرين والمبدعين